اشتركوا في القناة بالنسبة للمنطقة الوسطى ونبقى دائما نسجل نسبة رطوبة تبقى دائما عالية بالنسبة لكل هذه المنطقة عني بذلك المنطقة الشرقية والوسطى فعالي ستبتل شكل صحوب سوفل كاتفة بتقديم كل المنطقة الشرقية وفي احتمال ان شاء الله ستبقى القطارات خفيفة نوعا ما خاصة بالمنطقة الداخلية الشرقية كستيف قسنطينة حتى بقنشلة ببتنة وحتى بسوق هراش والاجوة تبقى ايضا مغشرة بالنسبة للمنطقة الوسطى كالعاصمة حتى بالنسبة للمنطقة الداخلية كاتيزيوزو وحتى بالنسبة للغوات واجلفة للاشارة فقط سنسلوا هبوب ريح معتدلة بالنسبة للمنطقة الوسطى وحتى بالمنطقة الشرقية بينما بالمنطقة الغربية الاجوة تبقى مستقرات جومش مستماما نقيوميز من المنطقة الغربية حتى بالنسبة للمنطقة الجنوب الغربي الجزائري وتبقى بعد السحوب تبقى تميز أقصى جنوب الجزائري في الحقيقة سحوب سحوب بدون فعالية مرتقبة بإيليزي حتى بغردية ببرج برجي مختار واحدة بعينجزان درجة حال قصوة مشهدين الكرام هي الأخرى تبقى معتدلة معتدلة على تقرير كل مدن الشمالية ننتظر فعلا حرما بين 11 درجة فقط و22 درجة راحزلوها بمعظم الولايات الشمالية 11 درجة بالنسبة لمرتفاعات الشرقية و20 درجة بالنسبة لمرتفاعات الغربية كالتسمسيل تسعيدها غيريزان وحتى بسيدي بالعباس بالجنوب الجزائري 25 درجة ستسجل على تقرير كل بلايات المتواجدة بشمال الصحراء كغردية حتى بيتوغورد الواد وبشار وستصل لقى 39 درجة بعينجزان هذا بنسبة لأقصى جنوب الجزائري بين 29 درجة فقط ستسجل فقط من القوسين ستسجل بمرتفاعات الهوغار والتسيلي أما مع قدوم الليل تدريجي المشاهدين الكرم يحصلوا إن شاء الله نفس الوضعية الجوية يعني بذلك سحب سوفلة كثيفة تبقى تميز دائما الجهة الشرقية للوطن نجوها لا تحسن بالنسبة للمناطق الوسطى وحتى للمناطق الغربية بعد السحب مرتقبة بالجنوب الجزائري كمنطقة بشار حتى بجانت بمرتفاعات الهوغار والتسيلي سحب ستتشكل ليل بكل هذه المناطق دائما ليل درجة حرار الدنيا أثناء الليل تبقى منخفضة نوع المناطق ستجلوا درجة واحدة فقط حتى بمرتفاعات الستيف حتى بقسانترا ذنب التقس باردي بقى يوميز أثناء الليل كل هذه المناطق ست درجة بنسبة لتسمسيد حتى شن درجة بتزيوزو بالعاصمة بجيجل حتى بعنبات حتى شن درجة بمستانم وحتى بمدينة وهران 12 درجة ستسجل بلغوات وخمس درجة بتبسة بالجنوب الجزائري نصن درجة ستسجل بالمشرية 15 درجة أو نقول 17 درجة بنسبة لغردايا حتى بنسبة لمدينة توقورت 20 درجة بإليزيرة بسبب الجنوب الشرقي الجزائري أما للملحة وسائل البحرين نبقى نسجل اليوم هبوب ريح موعتدلة نقول في بعض دحيان قوية محلين خاصة بالمناطق الغربية وحتى بنماطق الشرقية ريح تأتينا طارتن الشمالية شرقية طارتن الشمالية غربية تموج مع بحر مطارب مرتقب على القرب من طول الشارط السحري نظن إخواني الصيادين مستعملين للملحة والصيد البحري قلكم اليوم ممثل ملحة والصيد البحري صعبة نوع الميدان حداري يلا نطلق هذه النشرة الجوية مشاهدين الكرام كالمعتاد بالمعلومات الفلكية توقيت نزب كالعادة العاصمة ودوحية 22 دقيقة بعد السابعة هو موعد غروب الشنس بإذن الله بالعاصمة ودوحية إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى نتاديه النشرة نشكركم على المتابعة قلكم صحة أفضلكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة